كان يا مكان كانت عائلة الأستاذ آدم لا يأكلون طعام صحي كانوا يأكلون الوجبات السريعة مثل الدجاجة المقلية المقرمش وصندويتشات اللحم مثل البرجر والصدق ويأكلون الكثير والكثير والكثير من الحلويات مثل الدونات والمخبوزات الأخرى ويتناولون الكثير من الشوكولاتة والكثير من الآيس كريم وسكريات كثيرة 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 فقرر الأبناء ليلة ومهنة والصغير كريم أن يساعدوا والديهم بابا وماما أن يأكلوا أكلا صحيا فقط فأطرقت ليلة الباب على والديها وقالت لهم ماما بابا علينا أن نتحدث من الآن فصاعدا يا ماما وبابا سنأكل جميعا أكلا صحي مثل الجزر والبروكلي والكثير من الخضروات بدلا من الحلويات ماما وبابا استعدا فسنبدأ حياة جزيدة حياة صحية فقال مهند ماما وبابا لقد كتبت قائمة بكل الأشياء التي سنستبدلها أولا يا بابا لن تأكل آيس كريم في وجبة الإفطار فأخذت ليلة الآيس كريم من والدها وقدمت لوالديها طبقا من الشوفان بالحليب والعسل وقال مهند ثانيا ماما ممنوع تناول المايونيز بالملعقة بين الوجبات فهذا طعام غير صحي وغير مجبع وقالت ليلة من الخير بابا يا بابا ممنوع تناول البطاطس المحمرة فلقد وجدت في السيارة الكثير والكثير والكثير من علب البطاطس المحمرة هذا غير صحي يا بابا ممنوع 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 وكان الأستاذ آدم يتناول كيس من البطاطس وكانت والدتهم تشرب مشروبا غازيا فقال مهند ما هذا؟ وقالت ليلة اسمعوني جيدا المعلمة قالت لنا في المدرسة أن أجسامنا تحتاج للكثير والكثير من الخضروات ولكن البطاطس المقلية التي تأكلها الآن يا بابا يضاف إليها مواد حافظة فتصبح غير صحية وقد تسبب أمراض الطعام الصحي يا بابا ويا ماما هو الطعام الذي خلقاه الله على الأشجار وليس الطعام المصنع في المصانع والمضاف إليه مواد حافظة مضرة لذلك من الآن فصاعدا سأعد لكم الطعام أنا ومهند وأعدت ليلة ومهند مجموعة من الطعام الصحي فكانت ليلة أعدة البروكلي ومهند الجزر فقالت ليلة هيا هيا يا ماما هيا يا بابا جرب هذا البروكلي الصحي اللذيذ ماما 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 انتظني بابا بابا لا تجري بابا وقال مهند ماما بابا جرب هذا الجزر إنه لذيذ اسمع كلامي إنه لذيذ جدا يوم يوم انظر انظر أنا سأكل منه الآن سيعجبكم كثيرا ماما بابا وقالت ليلة ماما بابا بابا لا تغطي فمك افتح فمك يا بابا فقط جرب وسيعجبك طعمه هيا هيا وقال مهند ماما هذا الطعام لك وليس لكوفو كلب ها ماما وقالت ليلة ماما بابا انتم دائما تقولون لنا لا تحكموا على الأشياء بدون تجربتها صحيح حسنا الآن عليكم أن تجربوا الأكل الصحي سيعجبكم صدقوني لقد تذوقنا هذه الصلطة أنا ومهند وأعجبتنا كثيرا حتى كريم الطفل الصغير أعجب بها هيا هيا افتح فمكم فقال مهند أعرف ذلك ولكن عندما نزلت ليلة تحت الطاولة قالت لمهند انظر يا مهند انظر ماذا فعلت ماما ماما خبأت الطعام في ملابسها ماما أنت معاقبة اليوم ولن تشاهد التلفاز معنا إلا إذا أكلتي باقي طعامك وقالت ليلة بابا إذا أكلت طعامك سأغسل لك السيارة ما رأيك وعندما انتهى ماما وبابا من طعامهم قالت ليلة مهند مهند انظر لقد أعجبهم الطعام الصحي أخيرا نجحنا فجلسوا جميعهم الأستاذ آدم وعائلته يأكلون الطعام الصحي اللذيذ والذي يحتوي على الكثير والكثير والكثير من الخضروات الطازجة اللذيذة وبدلا من الحلويات كانوا يأكلون الفاكهة الجميلة مثل التفاح والموز والبرتقال فقالت ليلة ماما بابا نحن فخورون بكم جدا وكمكافأة لكم أنكم أكلتم أكلا صحي لمدة أسبوعا كاملا سأسمح لكم اليوم بتناول الحلوة التي تختارونها وبذلك يا أصدقاء نتعلم أن الأبناء أحيانا يعرفون أكثر من الآباء فليلة ومهند تعلمها في المدرسة أن الأكل الصحي ألذ وأطعم من الأكلات المصنعة فما خلقه الله؟ دائما يكون ألذ شيء ولذلك يا ماما وبابا عليكما أن تسمع كلام أبنائكما كن يمكين ترجمة نانسي قنقر